أهدني عليك وجئت بي يا سيدي فقال الحمد لله الذي نصر وليا وخذلا عدوا فأبشر يا حذيفا بمغفرة ذنوبك خال ولما أمل عليه السلام من مصلى والناس من حوله قد أشرف على لا لك من جدة البكى والنعيم وبلغوا به من ذذا ومعه ابن ملجان لعن الله موثوقا وأقبلت في الضاعمة فاطما أزار علي السلام وبيدها حرب فقالت أمواني ذروني أضرب عدو الله بأذه الحرب فأشفي بعض جوى صدري فقد أحرق فؤادي وأطلق رقادي وأيج حذني وأواركني وأجرى دمعي وهتكا ستري واجتثاثني وفقري وانقضت عليك الشهاب فقال لها الحسن عليه السلام أصبر يا أمت الله وردها إلى الدار فقالت لابن ملجان اللعين ويلك يا عدو الله فجعتنا جميع الإسلام فمصيرك إلى النار ولا بأس على سيدي فلقد قتل في جنب الله واقتنقت بعبرتها فقال لابن ملجم اللعين يا أمت الله ابقي على نفسك إن كنت باكيا فلقد سقيته السم حتى قذفا ولو كانت هذه الضربا على من في الآخر أفنتهم جميعا قال محمد بن الحنفي يا روان الله عليه لما طرحنا على فراشي أخفلتهم مطلثون وزينب عليهم السلام وهما ينذبانه ويقول عن من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا أبتا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرى ولا ترقى قال طبج الناس من وراء الحجر بالبكاء والنحيق وطاضى الضمو أمير المؤمنين عليه السلام على خده وهو يقلب طرفا وينذر إلى أهل بيته قال الأصبغ بن نباتا رضوان الله عليه غدونا على أمير المؤمنين عليه السلام ونحن نفر من أصحابه فسمعنا البكاء في منذلي فبكيت حتى ارتفع صوتي بالبكاء فخرج الحسن عليه السلام وقال ألم أقل لكم انطرفوا فقلت لا والله يا ابن رسول الله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أنام طريق ولم أرسيدي ومولاي وبكيت ودخل الحسن عليه السلام فلم يذب أن أرجى إليه فادخلني معا فيه فوجدته معصب الراث بعمامة صفرا فلم أشعر أن وجاء أشد صفرا من العمامة أو العمامة شد صفرة منه فنظرته وعنى مبكي فقال لي لا تبكي يا أصباب إنها والله الجنة فقلت جعلت فداك يا سيدي إنما لفقدي إياك ثم دعا بابنيه الحسن والحسين عليهم السلام وفتحا يده وضمهما إلى صدره وعيلاته من أن دموعا ثم غمي عليه الساعة طويل وفاقا كذك عن رسول الله صلى الله عليه وآله لما غلب عليه السم الساري في بدنه فأتي له بقدح في لبان وعصن فشربا منه قليلا وقال احملوا إلى أسيركم بحق عليكم طيبوا طعاما وشرابا فقالوا إنهم قد أفجعنا فيك فقالوا